السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الشرح الجيدة على قناة الكهرباء والطاقة لو انت اول مرة تشوفنا على اليوتيوب انسان تعمل سبسكرايب لقناة وتشوف صفحتنا على فيسبوك والجروب عشان لو عندك اي سؤال اوصف صار و برضو هتلاقي لينكات السوشيال ميديا تويتر والانستجرام في الوصف اسفل الفيديو و لو عايز تدعمنا بأي طريقة من طرق الدعم هتلاقي لينكات الدعمة في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله النهاردة الفيديو هكون مختلف المنزلية عن طريق الواي فاي او البلوتوث او في طرق تانية برضو يعني اقدر اتحكم بها في الاضاءة معادة التشغيل والفصل اقدر اتحكم بها في اي جهاز منزلي تلفزيون تلاجة الحاجة اللي انا عايز اتحكم فيها معادة تشغيلها وفصلها و ان شاء الله هنشوف ازاي ده بيتم بالتفصيل يعني احنا الجهاز اللي معادة النهاردة من شركة اسمها سنوف او سنوف او سنوف على حسب النطق بتاعها يعني والشركة دي شركة صينية بس بتعمل منتجات سمارت هوم هاي كواليتي الجهاز اللي معادة اسمه سنوف اس 26 وفيه موديلات تانية بتنزل من الشركة غير الموديل ده كل اللي في العلبة بتاعته كتيبة التعليمات وشالة ضمان عليه وازاي بتستخدم الابليكنشن بتاعه الجهاز ده استخدمه سهل جدا كل ما عليك ان انت بتوصله فشة الكهربا اللي انت عندك في البيت بتوصله بأي سوكت كهربا او اي مثلا مشترك او اي حاجة زي كده وفي الاخر بتوصل الحمل بتاعك هنا عندك مثلا مروحة عندك لامبة عندك تلفزيون عندك اي حاجة هتوصله هنا شاحن لابتوب مثلا حاجة زي كده وبعد كده عن طريق الابليكيشن بتحكم في التشغيل والفاصل بتاع الحاجة دي يعني الشركة دي بتنزل موديلات كتير من الاجهزة يعني فيه موديل مثلا بيدخله طرفين انبوت من الكهرباء مثلا وهو اقام الجديد الموديلزة بيطلع منه طرفين عن طريق توصيل الأسلاج وده بيركب عادي في السوكت وبيركب الحمل بتاعك الفشه بتاعتك بتاعت الحمل تركب هنا وفيه اجهزة تانية مثلا بيدخل لها الدخل موديل عادي وبتطلع اربعة اوطوت اقدر اتحكم في الأربعة اقدر اتحكم في كل واحد على حدة وفيه اجهزة لها اتنين اقدر اتحكم فيهم كل واحد على حدة وفيه اجهزة برضو بتقيس الباور كونسانشان بتاع الحمل بتاعك يعني مثلا لو وصل لمبة او كشاف اقدر اعرف الكشاف بتاعي السهل الكام في خلال وقت التشغيل فدي بتكون ميزة اضافية يعني فالجهاز اللي معنا النهاردة اسمه سنوف اس 26 وهنشوف دلوقتي ازاي بنوصله بالواي فاي او بنعمل بيرنج بينه وبين التليفون هنروح نشوف ازاي بننزل الابليكيشن وبنعمل عملية التسجيل عليه وازاي بنقدر نتحكم بيه في الاجهزة بتاع شركة سنوف اول حاجة بنروح على الاب ستور وبنكتب في السيرش ايوي لينك ايوي لينك ده السوفتوير اللي بتحكم بيه في اجهزة شركة سنوف وكمان متعقدين مع شركة تاني زي فيليبس وسوني وسامسونج عن طريق الابليكيشن ده بقدر تحكم بيه في كل الاجهزة السمارت هوم الخاصة بالشركات دي فبعمل اوبن اول ما بدخل على الابليكيشن بيدخني على صفحة كده فبيقول لي اما تعمل لوجين يا اما رجيستر فانت اول مرة تعمل اكاونت فلازم تعمل رجيستر وبعدين تدخل اسم الدولة وبعدين الايميل بتاعك وهو ببعتلك بعد كده كود على الايميل بتدخل الكود ده في الابليكيشن بعد كده وبتعمل باسورد وبكده عملت اكاونت فانا عملت كل الخطوات اللي فاتت دي فهعمل كده اختار الدولة وبعمل بدخل الايميل وبدخل الباسورد وبعمل طبعا انا الايبليكيشن عندي فاضي مفوش اي اجهزة متضافة فانا بعمل اد من الزائد اللي في النص دي عشان اضيف اول جهاز عندي اللي هو السنوف الستة وعشرين وبعمل حاجة اسمها كويك بيرنج اول ما بتعمل كويك بيرنج بيظهر لك اسم الشبكة اللي فوق اللي انت شغال عليها او لو انت بتختار شبكة تاني مسلا من السهم ده وبتدخل الواي فواي باسورد بتاعتك وبتعمل نيكست بس قبل ما بتعمل نيكست بتدوس على الزرار اللي في الجهاز ده لمدة خمس ثواني متواصلة انت كده بتجاهز الجهاز بتاعك ان هو يعمل بيرنج لغاية ما يبدأ ينور ثلاث مرات ورا بعض كده فلاش يعني ورا بعض فكده الجهاز جاهز ان هو يعمل عملية البييرنج وبتعمل نيكست بعدين بيفضل يعدي ثلاث دقايق كده لغاية ما يوصل الجهاز بتاعك بالتليفون وبالروتر كده الجهاز بتاعك يعني اتسجل كده على الابليكيشن وبيقول ادخل اسم الجهاز بتاعك وليكن مثلا روم وان غرفة رقم واحد مثلا انا كده اتسجلت الاسم او الجهاز عندي هتحكم فيه من خلال الابليكيشن وبعمل complete وبيقول لي هنا يعني الجهاز بتاعك توصل بواي فاي يعني ممكن تاخد دقايق عشان تقدر تشغله اونلاين خلاص اوك تمام هتستنى خمس دقايق كده او عشر دقايق وبعد كده تقدر تتحكم في الجهاز بتاعك عادي جدا لو دخلنا هنا على الجهاز نفسه وهنلاقي في ستنج بتاعته كده بيديك اسم الجهاز والفرموير بتاعه عشان ساعات بيجيلك تحديث للفرموير بتاع الجهاز وبيديك برضو شوية خيارات تانية كده ممكن الهيستوري بتاع الجهاز يشتغل امتى وفاصل امتى لو انت مسجله قبل كده بيديك الموديل بتاع الجهاز هنا طريقة التحكم في الجهاز بتكون من خلال كذا حاجة اول حاجة اسمها انا بس بختار الوقت اللي بيشتغل في الجهاز وبيفصل فيه يعني مثلا هختار اليوم 28 او 29 ساعة واحدة او 45 ديارة وبختار حالة الجهاز بتكون اوف يعني اي حالة الجهاز تكون شغال او فاصل تفصل الجهاز او تشغل الجهاز وبسايف الكلام ده اه اه في حاجة تانى ان انا بختار تايمر بشغل الجهاز مثلا لمدة ساعتين من الوقت ده او بافصل لمدة ساعتين بختار تايمر ساعتين أو تلاتة من الساعة تما انت بتشغل الجهاز يعني من اللحظة اللي بتشغل فيها الجهاز يعدي ساعتين ويفصل او يعد ساعتين واشتغل او في حاجة اسمها اللي هو مثلا انا بقول له اشتغل لمدة ساعتين ووصل لمدة الساعة او اشتغل لمدة الساعة ووصل لمدة ساعتين وبختار له برضو اليوم وبختار له التاريخ ففي كذا طريقة ان انا بتحكم فيها بالجهاز ده او عن طريق التحكم العادي انه بضغط ضغطة كده on وضغطة off فده يعني حاجة موايزة في الجهاز وبرضو ممكن اشير الجهاز ده مع ناس تاني يعني انا ممكن لو انا مثلا بتحكم في الجهاز حد من البيت تاني بتحكم في الجهاز زميل في الشغل مثلا بتحكم في الجهاز فنقدر اشير الجهاز ده مع حد تاني يعني لغاية تقريبا اربع اشخاص حاجة زي كده طبعا زي ما قلت بيبقى فيه update ساعات للفيرموير بتاع الاجهزة فانا ممكن اعمل update كل فترة او لما بشوف مثلا فيه update يعني طبعا مش شرط اكون اا داخل البيت او داخل المكان اللي انا فيه عشان بتحكم في الجهاز ممكن اكون خارج البيت اا وتحكم في الجهاز عادي ممكن ااا طالما الجهاز متوصل بالراوتر بتاعك او بالوي فاي عندك في البيت اا انا قدر اتحكم فيه بدون اي مشاكل اا من خارج البيت او من داخل البيت طالما انت متوصل داخل على الابليكيشن وعمل حساب تقدر تحكم فيه من خارج او من داخل البيت طالما انت متوصل بالانترنت فدي حاجة برضو كويسة احنا دلوقتي احنا اضفنا الجهاز اسمه روم واحد ومتوصل انا دلوقتي الجهاز اتحكم به من خلال التليفون ده هروح دلوقتي اشوف اتحكم به ازاي من خلال التليفون وهنجرب مع بعض تجربة عملية خلاص انا كده بعد ما وصلت الجهاز بتاعي بالروتر وعرفته على الابليكيشن المفروض كده ان الجهاز بتاعي جاهز الاستخدام فانا مثلا هجيبي الجهاز كده ووصله بالمشترك زي ده كده اول ما وصله بالمشترك بيبدأ اعمل زي سكان كده هتلاقي تلاحظ ان اللمبة دي بتنور وتطفي كده اخضر لغاية ما توصل انها تثبت فكده هي اول ما تثبت اللمبة دي كده او الليد ده اعرف ان الجهاز بتاعك كده متوصل بالروتر وجهز الاستخدام كده ممكن تكون باينة شوية هاي خلونا نجرب تجربة عبانية بالموبايل ازاي نقدر نتحكم بقى في الاجهزة عن طريق الجهاز ده انا عندي هنا لمبة اللمبة دي هوصلها عن طريق الجهاز فوصل الفيشة بتاعت اللمبة دي كده بالجهاز بتاعي وهشوف قدر تحكم فيها ازاي عن طريق الموبايل الموبايل اهو اللي انا ضفت على الجهاز ودي الجهاز اللي اسمه روم واحد ده انا عايز اتحكم في اللمبة دي اشغلها وطفيها عن طريق الجهاز فبعمل هون كده اللمبة اشتغلت بعمل اوف اللمبة بتطفي لو تلاحظ كده هتلاقي ان في لون احمر مع اللون الاخدر ده ظهر وانا بشغل الجهاز معناها ان يقف عليه باور يعني بس هوا يمكن مش باي من الاضاءة هنا ممكن نجرب موضوع نشغل بمعادن مسلا خلينا دلوقتي الساعة اتنين ودقيقة خلينا مسلا نشغل الجهاز يوم سبعة وعشرين اتنين ودقيقتين او اتنين وثلاث دقائق اخلي الجهاز بعد الساعة اتنين وثلاث دقائق واعمل سيف وبفعل بتاعي او الاسكادول بتاعي كده مفروض الجهاز هاخد اون عند اتنين وثلاث دقائق دلوقتي اتنين ودقيقتين المفروض يعني خلال ثواني يشتغل كده اتنين وثلاث دقائق الساعة فوق لو تلاحظوا كده هلاقي الجهاز في شغل اوتوماتيك في المعادل اللي انا اضبطه عليه هدلوقوف تاني فده استخدامات الجهاز ممكن بقى يبقى لي استخدامات كتير معك ممكن يعني فيه لمبة عندك مثلا في الشارع بتشغلها مثلا بالليل وتفصلها الصبح اوتوماتيك انت مثلا في جو شدة زي كده بتشغل مثلا دفاية او حاجة زي كده ساعتين وتفصلها اوتوماتيك خارج من البيت مثلا سايب اللاب بيعمل دولود او بيحمل برنامج معين اه وعايز كل شوية تخلي فيه لوب على البطارية تفصل وتشغل عشان البطارية من يبضلش على طول على الشحن يعني او تفصلها مثلا خالص بعد ساعة او ساعتين عندك كاميرات مراقبة عايز تشغل في وقت معين تفصل في وقت معين فده بيكون لي تطبيقات كتير يعني وانت والحاجة اللي بتنسبك فيه يعني في ملحوظة كمان ان انا قدر تحكم في الاجهزة عن طريق المساعدات الصوتية زي مثلا امازون اليكسا والجوجل هوم والشاومي هوم وكذا نوع من انواع المساعدات الصوتية المنتشرة يعني فدي برضو ميزة ان انت تقدر تحكم من خلال الصوت في الاجهزة دي فدي حاجة مويزة برضو في بس ملحوظة اخيرة حابب انبه عليها ان انا الجهاز لي بار يعني هتلاقي على كل جهاز كتبلك عليه البار بتاعه يعني هنا مثلا الجهاز ده كاتب عليه البار بتاعته بيشتغل من تسعين لامتين وخمسين فولت الانبوت فولتش بتاعه وبشتغل للمكسمم لود الفين وامتين واط او لغاية عشر امبير طبعا انت ما بتشغلش على الرقم ده بتشغل على قل منه شوية انا عشان ما يتحرقش او يحصل في حاجة زي كده فتأكد بس انك تكون قري البيانات او التفاصيل بتاعت الجهاز اللي هتشريه كويس ان شاء الله هساب لكم لينكات الشراء بتاعت الجهاز ده و اجهزة تانية يعني في الوصف اسفل فيديو ولو انت من داخل مصر ممكن تشتري من سودتكم هساب لكم اللينكات في الوصف ولو انت من خارج مصر ممكن تشتري من علي اكس بريس هتلاقي برضو متوفر للشراء يعني اتمنى يكون الفيديو ده افاتكم متنسوش تعملوا سبسكرابي لقناتنا على يوتيوب وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم و شكرا لك لو انتم كمل الفيديو لغاية الوقت ده شكرا اشتركوا في القناة